لكن في فقرة الانترو عايز اناوه على جزئيتين الجزئية الاولى وهو الدور المجتمعي في الحلقات السابقة دايما كنا بنقول اخبار وبنتابع الموضوعات اللي بتحصل في اوروبا وفي العالم عشان نشوف الناس بتفكر ازاي الناس بتشتغل ازاي الناس ازاي عندها حلول لأي سيناريو ممكن تفكر في الفترة الجاية عشان تخلص من الازمة دي والازمة دي ما يكونش لها تأثير مادي كبير جدا على المرحلة اللي جاية لان ايقاف النشاط وتعليق مباريات الدوري تأثيرها بالغ جدا على كل المسئولين وكل المشاركين في صناعة كرة القدم بشكل خاص فبالتالي الدور المجتمعي في مسألة تخفيض العقود في مسألة تحديد النسب كل دوري حسب المداخل المالية في مسألة التعامل مع الموظفين والعمال واللي بيتعلقوا باهمية هذا النشاط واللي بيتأثروا باهمية هذا النشاط ازاي الاندية لها دور في هذا الامر الاتحاد المعني الاتحاد الاهلي المعني بتنظيم المسابقات ازاي كل دور في ظل ما فيه موجود لروابط الاندية وروابط اللاعبين كمان بقى الدور المجتمعي ان هذه الاندية وهذه الاتحادات لازم تقوم بدور مجتمعي في مساعدة الدولة في كيفية ان هي تقدر تتخلص وتتحدى فيروس كورونا النهاردة هندي امثلة وهنتكلم في هذا الامر ما بين الدور الالماني ازاي فيه اندية بتواجه شبح الافلاس وازاي فيه اندية بتعرض ان هي ممكن تخفض الاجور والعقود سواء بالتلت لو الموسم تم الغاؤه او حتى السوتس اذا الموسم ما تمش الغاؤه واستأنفه النشاط خلال الفترة الجاية ازاي كمان الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي بيساعدوا الاندية على القرارات دي ان هو بيأجل كل الاحداث الاوروبية والاحداث الدولية الكبيرة حتى فيما هو متعلق باجندة يونيو اجندة شهر ستة لاتحادية الدولي اجلها قال لا خلاص مفيش مباريات دولية في شهر ستة كل ده يتأجل كل ده يترحل كل ده بيتعامل ليه عشان الدوريات تستكمل فبالتالي هنا من ناحية الانسانية في اهمية الدور المجتمعي ان الكل بيتعامل مع الامر في اطار ان محدش يطلع خسران ولا قدر الله لو فيه خسارة تبقى خسارة مالية قليلة مش كبيرة استنافل مباريات الدوريات الاوروبية والدوريات الكورة تبتكلم في خسارة مالية ممكن تصل الى اي جهة رعاية او بس فضائي لها الحق في استعادة هذه الاموال وبالتالي الاندية هتخش في قضايا كبيرة جدا خلال الفترة الجاية فبالتالي الدور المجتمعي في الدور اللي بتقوم باللعيبة مع الاندية في التعامل مع العمال والموظفين وايضا كمان الدور المجتمعي للاندية والاتحادات المعنية ازاي كلها دور مع الدولة في التعامل مع هذا الملف كل ده بالتأكيد العالم شغل عليه في مصر الأسف الفترة الأخيرة سواء للإعلام الرياضي أو المسؤولين عن الرياضة أو النجوم الكرة تحديداً السابقين للأسف واخدمنا في سكة مش فوقتها ومرحلة الفراغ دي العالم كله بيشتغل على أن الفراغ ده إزاي يخرج من الخسائر دي لكن الفراغ في مصر للأسف بيخلي نجوم الكرة السابقين راحين بنا الملفات ملفات سنوية مش هادر أقول أكتر من كده لكنها ملفات سنوية ملفات سنوية يعني ملفات ملهاش أي قيمة عند المشاهد في التوقيت الحالي سواء بتتكلم في زقريات أو بتتكلم في قرارات ممكن بعض الأندية بتاخدها داخلية شأن داخلي بالنسبة لها لكن للأسف بنستغل الفراغ ده في أن احنا بنتكلم في مواد إعلامية ليس لها قيمة عند أي مشاهد وليس لها قيمة عند الاتحادات المعنية نفسها أو المسؤولين ممكن ياخدوا معلومات أو يستفيدوا ببعض الاتروحات عشان يقدر المسؤول أو النادي أو الجهة اللي بتحاول ممكن تستفيد بهذه الخطوة إزاي تمر أو تعبر بهذه الأزمة لبر الأمان فبالتالي الدور المجتمعي ودور نجوم الكرة السابقين للأسف مش قيم بنفس الواجب ونفس الدور اللي احنا شايفينه في أوروبا العالم بره بيفكر في اتجاه وللأسف البعض هنا في مصر بيفكر في اتجاه تاني خالص الدور الإعلامي اللي احنا ممكن نقوم به إن احنا بنساعد في هذا الإطار إن احنا بنقدم المعلومة إن احنا بنقدم الرؤية بنقدم إزاي الناس بتفكر وإزاي الناس بتساعد نفسها عشان تخرج من الأزمة الحالية نقطة تانية كمان مهمة أختم بها فقرة الانتر قبل ما اطلع إلى فاصل